شهد سعدة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وبحضور عدد من مسؤولي شركة تكسل إير للشحن الجوي شهد الاحتفال الذي نظمته الشركة بمناسبة استقبال الطائرة الرابعة الجديدة التي أضيفت إلى أصولها المكون من ثلاث طائرات والمتواجدة في حضيرة طائرات شركة تكسل إير الكائن في مطار البحرين الدولي شركة تكسل إير باعتبارها شركة طيران مسجلة في مملكة البحرين توفر خدمات شحن البضاع وخدمات الصيانة والإصلاح الشاملة للطائرات وهي تعد من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الشحن الجوي على مستوى المنطقة بانضمامها إلى أسطول شركة تكسل إير الرائدة في قطاع الشحن الجوي في الشرق الأوسط تستعد طائرة بي سي أف من طراز بوينغ 737-800 لخدمة قاعدة العملاء المتنوعة على مستوى الشرق الأوسط والهندي وتركيا وشرق إفريقيا والأسواق العالمية لتتخذ من مملكة البحرين نقطة انطلاق في إطار واسع النطاق منذ قبل فطائرة الشحن المحولة الرابعة قدمت إلى حضيرة طائرات الشركة الكائن في مطار البحرين الدولي بحلته الجديدة ليتسنى لها تقديم خدماتها المعنية بأسواق التجارة الإلكترونية والشحن السريع للبضاع وخدمات الصيانة والإصلاح الشاملة المعتمدة من قبل شركة تكسل إير التي تتبع فلسفة سبقية في توفير معايير متخصصة وتوريدات احترافية لدعم مجموعة عريضة من العملاء في القطاعين الحكومي والخاص أنا جدا سعيد اليوم حضوري هذه الحافل للاحتفال بالطائرة الرابعة لشركة تكسل إير التي بدت معاننا من 2013 كشركة جديدة الذكرة والاجتماع معاهم واليوم عندنا أربع طائرات والطائرة الخامسة ستوصل في سبتمبر 2022 شركة ناجحة في كل مقاييس تطورت مع الوقت اليوم نشوف موظفين بحرينيين في كل المناصب وهذا الشيء اللي نقوم فيه كحكومة بتهيئة البنية التحتية والبيئة التنظيمية لتساعد المستثمرين سواء كانوا محلين أو أجنانب في الاستثمار في البحرين ما في شك أن قطاع الشحن قطع واعد هو أحد القطاعات في خطة تعافي اقتصادي بوصول أحدث وأول طائرة شحن محولة هي الأنسب حجما سيتيح ذلك أمام شركة تيكسل إير من شحن كميات أكبر من البضائع والسفر لمسافات أطول ووجهات جديدة لخدمة عملائها الحاليين والمستقبليين في عديد الأسواق العالمية ووجهات السفر المختلفة اليوم هو يوم استثنائي لشركة تيكسل إير ولمملكة البحرين أيضاً بقدوم أول طائرة بوينغ من طراز 737-800 وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وبلا شك أن البحرين رائدة في مجال احتضان هذا النوع من الطائرات المختصة في الشحن الجوي في نجاح شركة تيكسل إير للشحن الجوي بزيادة عدد أسطولها من الطائرات الحديثة الحائزة على شهادة المشغل الجوي أسباب وقفت خلفه والتي من أهمها ذلك الدعم اللوجستي الذي قدمته وما زالت تقدمه البحرين بسياساتها الحكومية الراجحة ومدى مساهمة الأنظمة والبنية التحتية في المملكة في تمكين شركات القطاع الطيران من النمو والتطور من بعد ما أظهرته من رغبة مستمرة والتزام كبير بالاستثمار في أحدث صناعات وتقنيات الطيران الإقليمية وذلك من شأنه أن يعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في مجال الملاحة الجوية والخدمات اللوجستية لتلوزيون البحرين محمد رشيدات